هل تضعه وبتنفسه بقى الأجبان المستوردة؟ بالضبط ده إحنا بوسي هم بقى عاملين حاجات حلوة قوي سعر مقابل جودة يعني مش بس جودة ممتازة لا السعر كمان عندك فيه كيس اللي هو الأحمر اللي هو الموزارلة النباتي دي سعرها 120 جنيه فطبعا يعني ما شاء الله الكيس ده كله ب120 تخيالي فأكيد أكيد كلنا هنسيب الحاجات المنافسة وهنسيب الحاجات الموجودة في السوق ونجري على المنافسين الجودة وطبعا كل ستات البيوت النهاردة يا جماعة بيدوروا على المنتجات اللي تبقى أرخص لأنتعلم في الحياة برضو بالضبط بالضبط حتى الجبنة اللي هي في الكيس اللبني دي جبنة طبيعي الكيس ده تخيالي سعره 170 ده لبن طبيعي ده طبيعي 100% يعني 100% لبن طبيعي طب أحصل المنتجات دي منين بقى هم ليهم شركات ليهم في القاهرة والجيزة خلاص موزعين وكمان وليهم كمان ثانية واحدة لا برح تقصر هقفل التوجن ده علشان أنا عايزة أوريكم المطة أنا عايزة أوريكم المطة دي بيتزاته ومكاروناته قالوا لي حاجات بقى عايزة أوريكم المطة بقى علشان إيه يعني وانا بتحكي علينا المطة دي أنا هشوفها وانا بدوق بالضبط لا لا دا هنشد دلوقتي شد حلوة قوي هنشد هدخلهم الفرن دلوقتي يسيحوا كده ويعملوا حركاتهم اه وايه وارجعلك استانيوا يا واحد برحتك خاد هم الله يا جماعة المنظر مشاهي مش عايزة أقول لكم مش عايزة بسرعة يا إسراء اه يا إسراء احنا دلوقتي منتظرين اه الفيتزا والنجريسكو بالضبط كده حلاص عايزين نمط سوا وانشد سوا مش نشد نتخانق يعني نشد الجبنة اه اه انا جاهزة معيك ماش هقلي معيك الموزاريلا ستيكس بطى تشركة الطيب وانشوف ايه بقى اه انش قلتي لي الموزعين عن طريق مين اه من طريق اه شركة الحسين هم تابعهم بردو مع معاهم من دوبانهم اللي بيوزع ايه الموزاريلا ستيكس دى بقى تخيالي الكيس بتاحه من ربعمية جرام سياره ستين جنيه واو يا جماعة والله هتدلعوا ولادكو في سندوتشات البرجر بقى اللي بتبقى مليانة جبنا سايحة ونيحة لانش بوكس بقى ايه نايش حياتي يعني سندوتش البرجر كده اهروه بقى موزاريلا ستيكس من فوق بقى وشده الساندوتش كده هنقلي دى بقى طبعا مش هعمل اتنين عشان انا عارفة ان بعد ما خلص الكمية في ناس هتتخلق اه وكلهم استني يجون لأ انا هنا اباضاي محدش هيكل دى مني هده مش هتقول لنا يا نوليا ضايت بقى ولقى ضايت مين والناس نيمين خلينا نقعد نشد في الجبن النهاردة ضايت بكرة يا اسراء ده انا قلت يا نوليا انت هتقولي لقى والحاجات دى بقى متخن انا برضو انت مين قالك الفكرة دى عنيك اه كل ما اقول لحد تعالى كل يقولي لا اصلا انا النهاردة الضايت بتاعي لانتير انا النهاردة اليوم المفتوه طب كويس والله خاص اشان ندوائك بقى يا السلام عشان مريحة اه دي بقى هتسيح دلوقتي وتمت كده مطة مريحة خلع ايه اطلع عليها منديل كده ايوا اه لازم تحمر صح اه اخليها بس طبعا مش هنسبها لحد ما تسيح في الطاصة يعني هو ايه مجرد ان هي تبتدي كده تاخد بس لول اه وهطلعها على طول من الطاصة نيش علشان ما تسيحش جوه نيش وطبعا الحاجات دي يفضل ان انت تبقي بتستخدميها ما تبقاش يعني فكة مية في المية ايه ما ينفعش فكام من الفريزر بقى سيبها قبلها مثلا باربع خمس ساعت في الحر اه واجي اقليها هلاقيها سايحة في قلب الطاصة لازم يبقى فيها نسبة تقعية شوية عشان تستخدميها صح ايه اقليها بس كده طب احنا شايفين فيه كيس لون تاني بردو ده احنا اتكلمنا عن اللبني وقلنا اللبني ده طبيعي بمية وسبعين وقلنا الاحمر بمية وعشرين اه فيه الاخضر فيه الموف الاحمر والموف الاتنين دول نباتي بس فارق اللون ده متزرلة بيضة والتانية دي متزرلة صفرة على حسب انت يعني فيه ناس تحب في الكرب مثلا المتزرلة يبقى ليها لون اه او فوق وش البيتزة مثلا احنا اه عاملين منها لونين ام يا سلام بصي انا بتادي بصي اول ما بتادي تصيح بصي هتبتادي بقى ايه تروح من لانا فاحنا اريدين الحق لا لا وعتروح من لانا لا ده انا بالتقفلة هنا بالطبع والله والجو حر اصلا فالجتنا بتتلكت يعني مش عايزين تلكيك انا اعدالك لا 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 هنأكلها دلوقتي ونشد كلنا ايوه بالضبط كده اهم حاجة ان احنا نشد هندوق كلنا دلوقتي ثانو ثانية واحد والله هاين علي سيب الشوكة وافتح واحدة دلوقتي لا يا جماعة مش عايز اقول لكم طا الريحة الريحة والشكل بقى هي زيحة كده اه فضيعة عايزة شوية كدشة بقى ومايونيز اطلعوا بقى انا كنت عايزة حاجة ارفع بيها عايزة اقول لك ان عندنا رئيس التحرير بيقول لها عميري حسابي يا نوليا احنا اصحاب انا عارفة كله هتقي دلوقتي احنا اصحاب ما تخافش يا بدوز امانة كل حتة جبنة امانة بالضبط والله بصي قليالهم الكيس بقول له كله مخصوص عشان حدش يتخانق بتقول قليالكم الكيس كله مخصوص محدش يتخانق بقى بلاشتك خانقويا ولا بيقولولي مكتب فيش يا نول بصلي في اللقمة لا لا تعالي نفتح بقى واحدة الله فعالي نبصان خايفة تنسع تعالوا نفتح واحدة كده اه هي بصي هي اصلا من قبل مثل السخنة اه 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 انا بقى يعني بحاول كاست بيت بقى ايه بتحط اديها في الزيت عادي بصوا 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 شايفين البفزان ده انت بتاكلي اخس عليك اخس همم تعمها ايه شايفين بصوا بقى بصوا بتمط ازاي شايفين المطا دي والله دي الشدة دي بتشد في قلوب نحنا اه لا 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 الشدة قويي قد يعني هتروح معانا فين انا ما عرفش هيعني هي مش اتجيبatellا مش بتجيب كل الل்الالتفاع ده بص اللتقى ده اي وانا فرحن اه بصوا 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 طيب انا عايزة دوء بصوا 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 والحدوئية بتاعتها كمان مظبوطة جداً كنت فاكرة انها ممكن تكون دلعة شوية أبنى علي سيبها باك تكمل حلقة عشان انا مش فاضية وراي أطني يا ماما وراي أطني طيب لست فيدي جرسكوبيت زاستاني يعني عاجة ناقل ناقب زاستاني ينوليا شوية بيقولوليا تشبعي ما تخافش علي يا سلام لا والأرمشة مع المطة عاملة شغلة لا 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 حلو قوي حلو قوي 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 بجد أنا كاست بيت بصراحة من أول الداعمين لشركة الطيب لأنها تستاهل لأن انا بستخدم منتجات كتيرة جداً في البيت عندي فعلاً طيب اسم على المسمى وما بقيتش تشدي يعني فكرة حتى الشدة دي ما بقاش فيه فإحنا أصلا عايزين ايه؟ نتفع فلوس عشان نشد بزرح وبدل ما تشدي مع جوزك شدي مع الجبنة بدل ما تشدي مع ولادك شدي مع الجبنة الجبنة مش هتتكلم هتقش تتزعلق جو بزرحة عليكي جس صحاً هيا نوليا فهمينا كل ما تتخلق اتخلق معي لا احنا هنستنى البيتزة بقى لا كيف ايه؟ استني البيتزة هتلحولك وهتديكي بقى نجرسكو كده بسرعة بقى طب بلاش بلاش اتشبعك سبري بلاش اتشبعك سبري انت بتفقى معاهم؟ لا 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 كل ما باكل حاجة تقول يتشبعك والعائلة بغيرها انتبخي كده تتخلق ليو زرغط الاشياء حسن الاشياء حسنى من ماذا؟ اتتنى كنت أطلع لك البيتزة نص一 26 للعمس وكما انتبخوا نباتي للنباتي تخيلي سعرهم كيف? الشدر والنباتي? اربعة انواع. اه. بكام? ادي كده سعر. انا معرفش بقى. مية خمسة وسبعين جنيه. الله. لا ده اطمى كمان بقى. ده يا بلاش. لا 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 ده لا اكل اطمى كمان بقى. لا بحتفل بقى بحتفل. لا ده سعر كيس بجد يعني هو في العادي ده سعر كيس واحد. فتخيلي العرض عليه اربعة اربعة اكيس بسعر كيس. اربعة اكيس? اربعة اكيس بسعر كيس واحد.